ففي الحقيقة يعني السبب إني فكرت في المبادرة إن أنا مرة شفت على الفيسبوك لقاء مع سيدات وبتتكلم معهم سيدة تقريباً يعني ممكن تكون محامية أو حاجة من نفس المكان اللي هم يعيشين فيه في الغالب كان اسكندرية وبتتكلم معهم إزاي يواجهوا العنف مع اللي بيواجهوا من الرجل بس بطريقة سلبية تهدم البيت فقلت لأ يعني أنا أنا ليه ما أتكلبش مع الرجل بطريقة بائجة بيه أبني بيت مش أهدم بيت ومن هنا جات لي الفكرة وروحت أقال لأ دا احنا نعمل مبادرة اسمها تحدث معهم ووجهها للرجال خصيصاً الرجال في كل الأعمار ها يعني المبادرة دي بتستهدي في الرجالة الأول بس في كل الأعمار إزاي إحنا دوقتي رفعنا وعي المرأة في كل حاجة ومكنناها بالمعرفة والمعلومات والرجل أهمى لفترة كبيرة جداً ما حدش بيكلم معاه لأ وهي هترجع تقوله الكلام دا يقولها بالضبط حتى فيه سيدات في بعض الندوات قالوا طب انتوا بتقولوا إن احنا الكلام ليه ما تقولوا للرجل صحيح فالفكرة جات من هنا فروحت مسمياها تحدث معه في الحقيقة لقت قبول عند معالي وزير التنمية المحلية ووافق إنها تطلق في كل المحافظات إحنا عندنا طبعاً وحدات سكان تبع الوزارة في 27 محافظة حالية بيشتغلوا مع فريق عمل متكامل حتى أدنى مستوى محلي ففرصة إن أنا برصد لغاية القرية كل المشكلات المتعلقة بالقضية السكانية القضية السكانية بأبعادها المختلفة مش بس تنظيم أسرة وفقط لا هي القضية السكانية لأ معنا عشان أقنعوا ينظم لازم أقولوا هتنظم ليه هتستفيد ماذا؟ هتستفيد إزاي؟ ولادك هيستفيدوا إزاي؟ بالضبط ترجمة نانسي قنقر